قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنطخبية المصري في السفر والعودة إلى بلاده إلى حين حسم مصيره أو مصير الشكوى المقدمة للاتحاد الدولي الفيفا للمطالبة بإعادة مباراة السنغال في دوري الحاسم بتصفية أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 وضف بيان الاتحاد أن المدرب قدم تقريره الكامل بخصوص هذه المباراة